السلام عليكم ورحمة الله في الدرس سابق تعرفنا على طريقة إضافة المواقع من خلال لوحة تحكم سايبر بانل في هذا الدرس سنتعرف على مسألة بسيطة جدا وهي طريقة إضافة الـ HTTPS أو الـ SSL في رابط الموقع الـ SSL هو إضافة العلامة الخضراء هنا في بداية الموقع وهي مسألة تعلق بالأمان وتشفير البيانات القادمة من وإلى المستخدم والسيربر وأيضا هي مفيدة لمحركات البحث بالتالي فهي مسألة من الجيد القيام بها وهي على كل حال ليست كالسابق الآن لا تحتاج إلى الكثير من الأمور التقنية أو المال من أجل قيام بها الآن يمكنك القيام بهذه المسألة مجانا عن طريق خدمة Cloudflare أول شيء سنقوم به ودهب إلى Cloudflare ثم نختار هذا الخيار هذا القفل SSL ثم نقوم بإما full أو flexible إذا كان السيربر الخاص بك يستخدم HTPS فيمكنك اختيار هذا الخيار لكن سنكتفيه فقط بخيار flexible على هذا الشكل الآن سنقوم بالعودة إلى الموقع وسنقوم بتنصيب إضافة ستساعدنا في إعداد HTPS في الموقع هذه الإضافة بسيطة للغاية سيمبل SSL لنقوم ببلوغين ثم أدد نيو بلوغين ونقوم بتنصيب هذه الإضافة هذه الإضافة وليست إضافة أخرى هناك الكثير من الإضافات لكن هذه الإضافة جيدة ومستقرة كما تشاهدون يعني تستخدم من طرف أكثر من أربعة ملايين موقع نقوم بتفعيل الإضافة نجد هذه الرسالة تخبرنا مجموعة من العلومات وتقول لنا أن نكمل العملية سنقوم طبعا بإكمال العملية طبعا عندما تمت تحويل الموقع إلى HTPS قام بتسجيل الخروج ونقوم بتسجيل الخروج سنقوم الآن بإعادة تسجيل الدخول يحدث هذا المشكل طبيعة الحال لأنه بكل بساطة تم تغيير في رابط الموقع سنقوم بإزالة الكوكيز على هذا الشكل ثم إعادة تحميل الصفحة أفوال ليس هذا هو المعلومات الصحيحة سنقوم بإذن اسم المستخدم هو MySite ورقم سري على هذا الشكل إذن قمنا بتفعيل السل ببساطة مسألة أخرى هي لا بأس من إدراجها أيضا في هذا المقطع وهي تتعلق بتغيير اللغة يمكننا تغيير اللغة من هنا بكل بساطة ومنزول إلى الأسفل ثم اختيار اللغة العربية ونقوم بحفظ الإعدادات إذن كان دول درس قمنا بأمرين بسيطين للغاية قمنا بتفعيل السل وقمنا بتحويل اللغة إلى اللغة العربية شكرا لكم